اشتركوا في القناة كريستوف سالمون نائب رئيس شركة تالس وسيد شريف بركات مدير شركة تالس مصر صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن اللقاء شهدت تبحث حول أفاق التعاون مع الشركة الفرنسية ذات الخبرات العالمية في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات والأمن السيبراني وتطبيقاتها في القطاع المدني والخدمي وذلك بالتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات والشركة بنها للصناعات الإلكترونية وقد أكد السيد الرئيس بوجه عام على مسيرة التعاون المتميزة بين مصر وفرنسا خاصة ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر ومساهمتها في عمليات التنمية التي مثل نجاحها في مصر نقطة انطلاق لها إلى مختلف دول المنطقة وتطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره لسيما مع شركة تالس ذات الخبرة العريقة في مجال البصريات والإلكترونيات كما وجه السيد الرئيس بالاهتمام برفع القدرات البشرية في إطار التعاون مع شركة تالس من حيث التدريب والتأهيل العملي والفني وذلك لإعداد كوادر من المهندسين في تلك المجالات المتخصصة من جانبه آرب رئيس مجلس إدارة شركة تالس عن الاعتزاز باللقاء السيد الرئيس لبحث مسيرة التعاون مع مصر مؤكدا أهمية دور مصر كحليف استراتيجي لفرنسا ومشيرا إلى الحرص على التعاون المثمر مع مصر بشأن مجال نشاط الشركة وكذلك ما يتعلق بالتدريب والتعليم لنقل المعرفة وتوطين الصناعة وتعزيز قدراتها في مجال البصريات